طلعت رج جديدة على سوشال ميديا ساندوش الفلافل بطريقة جديدة عملتوا اكثر من مرة في البيت وعجبتني كثير الفكرة والطريقة كمان حكيت لازم اصورها وانزلها على قناتي طبعا ما تتخيلوا يعني ساندوش الفلافل اش ممكن انه يطلع منها تعالوا نعملها مع بعض بالطريقة صراحة جدا شاهية طبوها معي للوصفة هون رح نحتاج كوب من لطحنية طبعا اول اشي هون رح نحضر لصوص لطحنية رح احط عليه هون اربع ملاقع كبار من عصير الليمون ورح انزل هون نصف كوبة من المي وممكن تحتاجوا اكثر اقل حسب نوع لطحنية عندكم بس بتنزل المي شوي شوي نزلت هون اكيد ملاقع صغيرة من الملح نستمر في التحريك حتى نواخذ القوام السائل رح اولجيكم القوام اللي انا بدي اياه بدي اياه يكون هندي بهذا القوام هلا هون احطته في علبة حتى احطته مع الساندوش وخليت كمية على الجنب حتى احطها مع السلطة السلطة اللي عملتها هون هي لخياره بندورة حطت عليها بس الملح كثفت هون نصوص الاطحنية رجعت حطيت عليه ملعقة صغيرة وقلبتهم حتى اخذ السلطة بالاطحنية واكيد ممكن تعملوها سلطة لحالها من غير اطحنية بالنسبة لعجينة الفلافل طبعا انا جبتها جاهزة من المطعم انا عملتها قبل هالمرة بفيديو خاص على قناتي ان شاء الله رح احط لكم الرابط بصندوق الوصف بالنسبة للخبز هون رح استخدم الخبز لبناني العادي الموجود عنا في المخابس لكن الافضل ان يكون عدكم الفرش يعني بتجيبوه بنفس اليوم وبتستخدموه الخطوة رح اعملها هون رح اكسم الخبزة لقسمين طبعا تاخذوا هون افضل نتيجة للساندوش اكيد ممكن تعملوها على ارغيف واحد بس جربوها بهاي الطريق اللي انا عملتها رح تحبوها هلو هون طبعا اللي رح نعملو رح نبلش بطريقة العمل بنقلب الخبز بديها على هذا الوجه تكون وبحط تقريبا ملعقتين كبار من العجينة وهون رح افردها على كل الخبزة طبعا تفردوها حد الاطراف احنا هون كمية الفلاف المبنية هتكون سميكة فخلوا ان يكون عندكم الخم الوسط اللي عملته هون انا طبعا اشتغلت كل كمية الخبز طبعا عملت كمية كثير وفيرة وجهزتهم وهلا هيك رح ابلش اخبزهم على القلاية تخيلوا انه فلافل من غير قلي بس باستخدام القلاية وكمية بسيطة من الزيت النباتي تقريبا هون حطت ملعقتين كبار من الزيت النباتي بنزل الخبزة في البداية طبعا تكون عندي القلاية حامية بعدها بوط الغاز شوي حتى اخذ اللون الانابيدية اللون الذهبي الحلو طبعا هون لازم تحطوا بكل مرة ملعقتين كبار من الزيت النباتي بالقلاية بعدها بتنزلوا الخبزة وحتى تاخد معاكم اللون الذهبي وترجعوا وتصخنوه على الوشي الثاني هون ما تحمروها كثير حتى لما تيجي تلفوها تقدروا انكم تلفوها طبعا هون انا اللي عملته اشتغلت كل الكمية رتبت الخبز فوق بعضه بهاي الطريقة وهلا هون راح انزل المطيبات السلسة اللطحنية طبعا هو مكون اساسي بسندويش الفلافل نزلت هون الخاس اختياري لخيار والبندورة المخلطين باللطحنية وزي ما حكيت لكم ممكن ما تخلطوهم لمخلل ممكن تحطوا اي نوع مخللات انتم بتكم اياها حتت هون كمورقة من النعنع بالاضافة لشرائح الليمون وحطت هون الشطة طبعا الشطة البلدية اختياري كمان بس للناس اللي بتحب الفلافل يكون حار ورشحت حطيت هون شوي من سوس لطحنية واخر اشي هون لفتوا الخبزة ولفتها في الورخ الخاص للساندويش ما تتخيلوا قديش الساندويش طيب فكرته كثير بسيطة وبنفس الوقت انه الفلافل انتم ما بتقلوه يعني بتحسوه شوي قريب للصحي بتكون كمية الزيت اكثر وبنفس الوقت بتاكلوا ساندويش جد طيب يعني اللي اخترح الوصفة هاي ابداع فيها حبيت اليوم اني اصورها واورجيكم اياها حتى انتم كمان اتجربوها وهاي وصفتنا لليوم اذا حبتوها وعجبتكم ما تنسوا دعم قناتي الاشتراك فيها تفايد زر الجرس حتى يصلكم جديد القناة ويعطيكم الف عافية وشكرا جزيلا لحسن المتابعة معكم على طشمان من قناة اطيب الوصفات يمي اشتركوا في القناة